منذ مئة يوم ويوم والفلسطينيون يواجهون تبعات القرار الجائر الذي صادق عليه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها هذا القرار أشعل الضفة الغربية ومنح الاحتلال ضوءا أخضر لمزيدا من الممارسات والقوانين العنصرية المشحفة بحق الفلسطينيين أتقدر التالي والتفاصيل مئة وواحد ولا أقصد هنا رقم الدفاع المدني أو الإطفائية في الأراضي الفلسطينية بل عدد الأيام التي مرت على النار التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند اعترافه بالقدس عاصمة موحدة للاحتلال وتوقيعه على قرار يقضي بنقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب مع مرور أكثر من مئة يوم على القرار الجائر بات ملحوظا تصعد وتيرة مصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية وسن القرارات العنصرية من قبل حكومة وكنيسة الاحتلال فيما القدس كانت الأكثر عرضة لعنصرية الاحتلال بمزيد من الهدم والتضييق على المقدسيين وأخيرا فرض الضرائب على الكنائس وتوابعها وممتلكاتها وأوقافها خلال مئة يوم منذ السابع من كانون أولى الماضي تفجر الغضب الفلسطيني الذي لم يتشكل هذه المرة كأنه هبه بل وطيرة متصاعدة من الغضب والمواجهات تمتد وتتناقص بين الفينة والأخرى لكنها شهدت ارتقاء 32 شهيدا فلسطينيا فيما تواصلت العمليات الفدائية في أكثر من منطقة وكانت آخرها عملية الدهسة التي أدت لمقتل جنديين من الاحتلال أمس الجمعة قرب مدينة جينينا المحتلة على الصعيد السياسي لم تكتفي الولايات المتحدة بقرار ترامب الجائر بل وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن كعقاب للسلطة الفلسطينية التي رفضت القرار فيما أوقفت أيضا المساعدات التي تمنحها لرامالله بشكل سنوي وقلصت من دعمها لمنظمة الأونروا التي تغيث اللاجئين الفلسطينيين وأخيرا أعلنت نيتها نقل سفارتها من تلابيب للقدس يوم الرابع عشر من أيار المقبل الذي يصادف ذكر نكبة الفلسطينيين بات واضحا بأن الأيام القادمة ستكون مليئة بالأحداث الفاصلة والمفصلية في تاريخ الفلسطينيين الحديث الحدث التاريخي المتمثل في قرار ترامب المتعلق بالمدينة المقدسة لن يتوقف عند هذا الحد فترامب يسعى لتصفية القضية الفلسطينية بحسب ما يتحدث الجميع هنا من خلال ما يطلق عليه صفقة القرن حتى ولو كان سيؤجل طرحها حتى العام القادم أو الذي يليه كما تروج وسائل الإعلام العبرية لكن الشارع الفلسطيني متخوف من تاريخ نقل السفارة يقول بأنه سيكون يوما فاصلا في تاريخ القضية الفلسطينية من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا